اشتركوا في القناة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأعضاء الوفد الرسمي المرافق من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين كان سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولي العهد في مقدمة مستقبل سموه حفظه الله وكما كان في الاستقبال مع عليا السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومعالي الشيخ خالد الجراح الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ومعالي الشيخ خليفة بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت وعدد من كبار الضباط هذا قد جرت لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القادل على نائب الأول رئيس مجلس الوزراء مراسل مستقبال رسمية وبهذه المناسبة صرح سموه لدى وصوله دولة الكويت الشقيقة قائدا يسرني وأنا أصل لدولة الكويت الشقيقة أن أعرب عن سعادتي بزيارة بلد دولة الكويت الشقيقة التي تربطها بمملكة البحرين علاقات أخوية وتاريخية عريقة عمل الآباء والأجداد على ترسيخها بالتواصل المستمر الذي لازمنا نتوارثه ولما لدولة الكويت قيادة وشعبا من مكانة عزيزة ومتميزة لدينا جميعا زيارته للدولة الشقيقة هي فرصة طيبة أنقل خلالها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة لأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وتمنياته للكويت وشعبها الشقيق كل تقدم وازدهار في ظل قيادته الحكيمة والالتقاء كذلك بأخي سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة وأخي سمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ويسرنا أن تزامن هذه الزيارة مع احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية وإنها لمناسبة عزيزة أتقدم خلالها بالتهاني والتبركات للدولة الكويت قيادة وشعبا بهذه المناسبة المجيدة التي هي أيضا أعيادا لمملكة البحرين تشاركها مع أشقائنا في الكويت إن التواصل بين البلدين على مختلف المستويات أسهم بدوره الفاعل في تأكيد التعاون الثنائي والانطلاق بعلاقات البلدين نحو أفق أوسع من التنسيق واتفاق المواقف والعمل المعن نحو دفع المنظومة الخليجية نحو المزيد من تحقيق عرى التكامل الوثيقي بين دولها وخدمة شعوبها إن لدولة الكويت الشقيقة مواقف هامة تجاه مملكة البحرين داعمة لها وهو ما جسد العمق الحيوية للعلاقات البحرينية الكويتية وهذه المواقف هي موضع شادة وتقدير من مملكة البحرين قيادة وشعبا ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه تقدم بلدينا وخير وصالح شعبيهم الشقيقين ترجمة نانسي قنقر